الدار بودكاست لهذه الأسباب تعادي إيران الوحدة الثرابية للمبلكة المغربية ليس من المستغرب أبداً أن يعمد نظام الملالي في إيران لتعبير عن موقف معادل للوحدة الثرابية للمغرب ويعلن ذلك صراحةً أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ليست هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها طهران ذلك ولن تكون الأخيرة لكن هناك سياق خاص يميز هذا الظهور الإيراني العذائي ضد المغرب في الوقت الحالي ويجب أن نتوقف عنده بالقراءة والتحليل ومن المؤكد أننا لن نستطيع فهمه جيداً خارج سياق ما يحدث على الصعيد الإقليمي ولسيما منذ أن بدأت الدينامية الدبلوماسية الإيجابية في قضية الصحراء المغربية تنتجه نحو تحقيق مكاسب وحدوية صريحة بفضل اعترافات دول كبرى بسيادة المغرب على صحرائه وكان آخرها اعتراف فرنسا لماذا تعود إيران إذن إلى خطابها العذائي بهذه الحدة؟ من المؤكد أن العامل الأول يرتبط بالعزلة التي يشعر بها نظام الملاني بسبب تورطه في شعال حروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط وتسببه في تهديد استقرار دول عربية عديدة كان على رأسها لبنان التي تعيش اليوم على إقاع عدوان إسرائيلي غاشم رداً على تنظيم حزب الله التابعي لإيران والذي يتابع النقاش السياسي الذائل في بيروت يدرك أن الضربة القوية التي تلقاها حزب الله وضع طاران في موقف حرج وحساس بسبب مخاوفها الشديدة من فقدان دراع كانت تمثل ورقة ضغط كبيرة في المنطقة لتحقيق بعض المكاسب الجوستراتيجية التي تبحث عنها إيران وعلى رأسها انتزاع الاعتراف الدولي ببرنامجها النووي تشعر إيران بعد أن دخلت في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أن بإمكانها يطلق نيرانها العشوائية كيفما الثفق وتبدو كالثور الهائج الذي فقد البوصلة لكنها لا تفعل ذلك فقط بدافع الخروج من العزلة فقط هناك سبب ثاني لا يقل أهمية ويرتبط بمنطقتنا المغاربية كلنا نعلم أن الجزائر تعتمد منذ فترة طويلة على إيران وسوريا كحليفين استراتيجيين يتناغمان مع العقيدة السياسية العسكرية لهذا النظام ونعلم أيضا وفقا لما كشفته ثقارير استخباراتية عديدة أن إيران تورطت في دعم جبهة البوليزاريو بواسطة من الجزائر بالسلاح والتدريب على يد ميليشيات حزب الله وعملت على تزويدها بالأسلحة ونسيم الطائرة المسيرة التي تعد سلاحا فتاكا توظفه إيران اليوم لكسب نفود دولي وإقليمي كما فعلت مثلا مع دول كبرى مثل روسيا نكاد نجم أن ما صرحت به المندوبة الإيرانية أمام اللجنة الرابعة كان بطالب مباشر وإلحاح من النظام الزائري الذي يعيشه أيضا عزلة مشابهة بعد أن رأى أن أطروحة الانفصال دخلت معتركة لاحتضار والأفول تحاول إيران عبر تصريحاتها العذائية لدى المغرب أن تمنح الجزائر نفسا جديدا وثقة متجددة في إمكانية استمرار العمل على أطروحة الانفصال ومشروع تقسيم المغرب والنيل من وحدته الثرابية ولعل هذا الموقف الإيراني المساند للرواية الجزائرية يتقاطع أيضا مع عامل ثالث لا يخلو من الرهينية إنه يرتبط بالعقيدة التوسعية للنظام الإيراني فمن المعروف أن هذا النظام أخذ على عثقه مهمة شيطانية تتمثل في دعم الكثير من حركات التمرد والانفصال عبر العالم ومن المؤكد أن الدور الذي لعبه المغرب في تصدي للمجد الشيعي في غرب إفريقيا منذ نحو عقدين من الزمن يتير امتعاض مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخامنئي وقالة مجلس تشخيص مصلحة النظام في طهران لقد نجحت إيران منذ الثورة في تصدير جزء من عقيدتها السياسية إلى الكثير من ملدان الجوار ولا أدل على ذلك أنها أضحة اليوم تسيطر على عواصمة عربية عديدة مثل دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت وهي ترغب منذ زمن طويل في نشر هذه السيطرة ومد هذه الهيمنة غربا تجاه الدول الإفريقية وقد نجحت فعلا في زرع بذور التشيع في بعض البلدان لكنها لم تستطع أن تحول هذه التنظيمات الدينية الموالية لها إلى حركة تحمل مشاريع سياسية في بلدانها والفضل في إفشار هذا المشروع يعود في جانب كبير منه إلى الدور الذي لعبه المغرب في تحصين الأمن الديني